أكد مجلس الوزراء على ضرورة استيعاب شباب المقاومة في المنظومة الأمنية ودمجهم في إطار تأهيل أبناء كل منطقة للعمل الأمني في المستقبل القريب وقال المجلس في اجتماع عقده برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح أن هناك معالجات عاجلة للألغام التي زرعتها الميليشيا في عدن والتي تسببت في حصد العديد من الأرواح ودعا المجلس إلى إطلاق سراح وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ووزير التعليم عبد الرزاق الأشول وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرئي العام وكلفت الحكومة رسميا وزارة الصحة بتولي ملف الجرحة والقيام بالمهام المتعلقة بذلك بما يخدم جميع الجرحة والمرضى في الداخل والخارج ويرى مراقبون بأن موافقة ميليشيا الحوثي على التعامل بإيجابية مع الحكومة يأتي بعد أن تمكنت المقاومة من التقدم بشكل سريع في عدد من المحافظات التي كانت تخضع لسيطرة الميليشيا التقرير التالي والتفاصيل خطوات دولية لإعادة العملية السياسية إلى مسارها آخرها تعامل الحوثيين مع هادي بإيجابية الإعلان جاء على لسان المبعوث الأممي إذن عادت الجماعة التي تحدثت ذات يوم على أنها لن تعود إلى الخلف لكن على ما يبدو بعد فوات الأوان ما لم يتحقق سلميا ربما حققته الحرب الذي اعتقد الحوثيون وخانهم الحدس بأنهم أبطالها الوحيدون فكانوا أول وقودها وآخر الضحايا بالنسبة لجماعة الحوثي وحليفهم صالح الذين قد تلقي بهم جولات الحوار الأخيرة خارج دائرة العملية السياسية القادمة من المبكر إطلاق الأحكام عن نتائجه وعن جولة حوار لم يحضره ممثلوه الطرف الرسمي غير أن الحوثيين وصالح خلقوا الفوضى وشجعوا على المزيد من ارتكاب أعمال العنف حتى وصلت إلى إشهار الحرب ومن الطبيعي أن يعيدهم التاريخ وأدراجهم في الكهوف الغابرة وقال خالد اليماني ممثل اليمن في الأمم المتحدة إن الحوثيين ينهارون في جميع الجبهات منذ وضعت الجماعة بإعاز الرئيس المخلوع العصى في عجلة العملية السياسية التي كانت والبلد يدفع الثمن باهضا لذلك لن يكون إصلاح ما أفسدته البليشيا عبر البوابة السياسية كما يرى مراقبون أن خروج المتمردين وحليفهم صالح من المشهد دون مساءلة ستعيد لمشكلة إنتاج نفسها نائب الرئيس خالد بحاح هو الآخر طالب بضرورة التنفيذ الفعلي لجميع القرارات الأممية لوضع نهاية للميليشيا الإنقلابية التي تسببت في إزهاق آلاف الأرواح من الأبرياء مع كل هذه التحركات السياسية ربما لن يكون آخرها زيارة الرئيس هادي إلى الإمارات يكتنف الغموض مصير حوار مسقط وتصريحات المبعوث الأممي لم تقابل بأي موقف رسمي حتى الآن بينما قال وزير الخارجي رياض ياسين بأن تحرير صنعاء قادم في إشارة إلى ما تنجزه المقاومة والجيش الوطني على الأرض لا أنباء إذن عن الطريقة التي سيتعاون الحوثيون إيجابيا بها مع هادي ومن أين ستبدأ هذه الإيجابية إذ لا تزال قوات صالح الميليشيا تواصل قصف مدينة تعز وتخوض حربا في شبوى وإب كما أن استمرار سيطرتها على العاصمة وأغلب محافظات الشمال في إشارة إلى أنها ماضية إلى إنجاز مهمتها السلبية التصدي لمشكلات سياسية وإقتصادية وأمنية من أهم المعاوقات التي لا يمكن القفز عليها لذلك فهم يواصلون استنزاف ما تبقى من المؤسسة العسكرية وينقلون ما بحوزتهم من أسلحة إلى صعدة بعد أن سعت الجماعة التي ترعاها إيران وتتحالف مع الرئيس السابق منذ سبتمبر المنصر إلى الاستحواذ على السلطة بإسقاط العاصمة الصنعاء وتوالت على اجتياح المحافظات باسم الجيش واللجان الشعبية بذريعة محاربة الإرهاب وهو ما جعل من عبد الرب منصر هادي يتقدم بطلب العون إلى المملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر